من سقطرة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل تابعة لميليشيا الانتقال المدعومة إماراتياً في معسكر القوات الخاصة بيزيرة سقطرة وفاد مصدر خاص للمهرية أن اشتباكات فصائل ميليشيا الانتقالي أسفرت عن إصابة قائد القوة الخاصة التابعة للميليشيا محمد مرشد وآخرين موضحاً أن قوة عسكرية قدمت من اللواء الأول مشاه بحري بقيادة أركان حرب اللواء محسن الحاج وتدخلت لإيقاف الاشتباكات كما أغلقت الطرق المؤدية إلى المعسكر